بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صفة الوضوء خامساً المضمضة والاستنشاق والاستنثار المضمضة إدخال الماء إلى الفم والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار إخراج الماء من الأنف والسنة أن تكون المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يقسم هذه الغرفة بين الفم والأنف فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها يكرر ذلك ثلاث مرات والواجب مرة واحدة ولا يشترط في المضمضة تحريك الماء في الفم وإنما لو وضع الماء في فمه ثم مج أجزاء أو وضعه في فمه ثم بلعه أجزاء لكن الأبلغ والأفضل أن يحرك الماء في الفم وأن يمر أصبعه على أسنانه لأن ذلك أبلغ في النظافة والاستنثار يكون باليد اليسرى يستنثر باليد اليسرى وأما المضمضة فتكون بذلك الأسنان باليد اليمنى مسألة تركيبة الأسنان الصناعية هل يجب إزالتها؟ الجواب لا يجب لأن الإنسان وضع هذه التركيبة لحاجته فلا يجب عليه أن يزيلها إذا أراد الوضوء أو أراد الإغتسال والدليل على أنه لا يجب عليه أن يزيلها حديث عرف جائب أسعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب وفجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الأنف سيحجب شيئا من مواضع الماء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو عند الإغتسال فدل على أنه لا يجب الأمر السادس غسل الوجه ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم لكن ما هي حدود الوجه؟ حدود الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحن الجبهة أي من منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى أسفل ما نزل من الذق طولا فينبغي للإنسان حينما يغسل وجهه أن يستوفي هذه الحدود فلو ترك شيئا من ما هو محدد للوجه فإنه حينئذ لا يكون قد أتم غسل وجهه والواجف في غسل الوجه هو غسلة واحدة والسنة أن يكرر ذلك ثلاثة مرات سابعا غسل اليدين إلى المرفقين والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإيديكم إلى المرافق عطفا على ما سبق من غسل الوجه واليد حينما تطلق في الوضوء فالمراد من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق هو المفصل الذي عنده يلتقي الساعد بالعض أو نقطة التقاء الساعد بالعض وهل هذا المرفق داخل في الوضوء؟ يعني هل يغسل أم لا؟ الجواب نعم يغسل وداخل في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقد غسل اليد حتى شرع في العض والرجل حتى شرع في الساقي وأيضا إلى هنا بمعنى معه بدليل قوله سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم ثامنا المسح على الرأس ومنه الأذنين دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس أما كيفية مسح الرأس فلا يخلو أن يكون مكشوفا أو عليه عمامة فإن كان الرأس مكشوفا فإنه يمسح بماء جديد بيديه يبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته ثم يعيد يديه إلى مقدمة رأسه وإن عكس ذلك جاز والواجب هو أن يمسح مرة واحدة فقط ولا يزد على ذلك وإذا كان عليه عمامة فإنه يمسح الناصية والعمامة معا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مسح على ناصيته والعمامة وكذلك المرأة إذا وضعت على رأسها حنة أو نحو ذلك مما يشق لزالته فلاها أن تمسح على ذلك والأذنان تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه مع رأسه لأن الأذنان من الرأس أما كفية المسح فإنه يأخذ ماء جديدا أو ما بقي في يده من الماء ويمسح كل أذن بيد يدخل السبابة أو المسبحة في فتحة الأذن دون أن يبرمها حتى لا يتكرر المسح ويمسح بالإبهام على ظهر الأذن مرة واحدة تاسعا غصر القدمين إلى الكعبين إذا كانت مكشوفة ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وأرجو لكم إلى الكعبين والكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق ويأتي أيضا السؤال هنا كما في المرفقين هل يدخلان الكعبان في الوضوء فيغسلان أم لا يدخلان في الوضوء لما سبق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار ويسن تخليل أصابع الرجلين وكذلك اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع أما إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن بين الأصابع موقع لم يصله الماء واجب عليك أن تؤصل الماء إليه فإذا كان على القدمين خف أو جورب مسح على القدمين بشروطه وسيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل وأخيرا الأدعية أو الذكر الوارد بعد نهاية الوضوء ورد أن الإنسان إذا انتهى من وضوءه فإنه يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومناسبة هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير للبدن وهذا الذكر تطهير للقلب فيدعو المسلم أن يجمع الله له بين طهارة البدن وطهارة القلب والله أعلم